اشتركوا في القناة في ساعة المساء بيصير في برج القوس يعني بعد منتصف الليل بيصير في برج القوس الآن القمر موجود في منزلة الشولع وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة 9 و5 دقائق من صباح اليوم الثلاثة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق القمر بما أنه موجود الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الاثنين ما زال موجود بالعقرب لغاية منتصف الليل معناته بتظل هاي الفترة أكثر تطرفاً منكون أكثر تطرفاً في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة منشعر بالانتقاد والغيره وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطئ الضغط عاطفي محبط بوسعنا الاهتمام بمسائل التأمين وقراءة رواية بوليسية مثيرة مشاهدة فيلم مغامرات اتخاذ قرار حاسم أو شراء أو استئجار بيت بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً في زوايا ذكرناها يوم أمس اللي هي الزوايا اللي تأثيراتها مستمرة من موعد بث الحلقة ولغاية صباح يوم الثلاثاء عندنا أول زاوية زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون وهي ذروتها بعد قليل ساعة 22.48 دقيقة عصراً بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من الآن هي بادئة ورح تستمر لباء لساعات الصباح هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث فعلي أنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين الشمس وهاي معناها تربيع يعني نصف البدر ساعة أربعة بعد العصر أو عند غروب الشمس بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلباً على علاقاتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين زحل وهي برضو ذروتها ساعة 58 دقيقة من مساء اليوم الاثنين التأثيراتها برضو لساعات الصباح من الآن ولغاية ساعات الصباح من واجه مصاعب عراقية اللي بتتطلب مننا إننا نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض لشجاع اللازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدلاً من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهي ذروتها ساعة 11.51 دقيقة مساء اللي هي قبل منتصف الليل بتسع دقائق بتوقيت جرينتش طبعاً تأثير هاي الزاوية رح يستمر لغاية ساعات الظهر من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الظهر يوم الثلاثاء هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقاً في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار اللي رح يبدأ ساعة 11.51 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش ورح يستمر لغاية الساعة وحدة وحدة وثلاثين دقيقة صباحاً يعني بعد منتصف الليل بساعة ونص بتوقيت جرينتش من يوم الثلاثاء هاي الزاوية طبعاً هاي الفترة فترة خلو المسار لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة وحدة وثلاثين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينتش من صباح اليوم الثلاثاء بصير القمر انتقل واستقر في برج القوس عشان هيك منصير من هذا الوقت وما بعد منشعر بالابتهاج نجد الناس أكثر مرحاً مننطلق على سجيتنا بيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميل إلى الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعن اقتراض المال دراسة لغة جديدة اللي استمتع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعاً اليوم في عنا بداية زاوية جديدة ظهرت على الساحة اللي هي زاوية الاقتران الإيجابي اللي ما بين الزهرة وبين نبتون وهاي شوي بتأثر على عواطفنا هيك وعلى حساسيتنا طبعاً هاي زاوية تأثيراتها من اليوم 14-2 وبتستمر لغاية يوم 17-2 ذروتها يوم 15-2 ساعات الظهر تضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لألنا وبتكون عواطفنا جياشة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الاقتران الممتزجة اللي هي ما بين عطارد وبين بلوتو وهي قلنا أنها مستمرة لغاية يوم 12-2 طبعاً تقريباً هي في آخر آخر تأثيراتها هي على وشك أنها تنتهي من تأثيراتها السلبية هاي زاوية بتدفعنا للكآبة والهم وشعور بالذنب وبتزيد من عنادتنا وبتسبب لنا نزاعات شديدة مع محيطنا وأزمات إلها علاقة بالقلب بسبب العصبية أو حوادث بتيجي عن طريق النيران أما بالنسبة للزاوية التي تليها واللي هي زوايا بعد الانتقال زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي راح تكون ذروتها ساعة ثمانية وتسعة وثلاثين دقيقة من صباح اليوم الثلاثة يعني تأثيراتها من ساعة الفجر وبتستمر لغاية ساعة المساء بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة لنشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي طبعا راح تكون دروتها الساعة أربع وخمس وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من ساعات الظهر وبتستمر لغاية ما بعد منتصف ليلة ثلاثة على الأربعاء نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم من الآن ولساعة منتصف الليل لعننا الأعضاء التناسلية والمستقيم والشرج والإحليل الغدد التناسلية المبيض لبروستاتا عظم العانى والجينات أدول الأكثر حساسية وبعد منتصف الليل والأيام القادمة عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هاي الأكثر حساسية طبعا بالنسبة للعمليات الجراحية ينصح بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل ولكن العمليات الجراحية الكبرى للأعضاء اللي ذكرناها أنا ما بنصح فيها بالفترة هاي إجراء فحوصات أو أخذ علاجات أو مراجعة طبيب لهاي الأعضاء بيكون ضروري بالنسبة لعمليات التجميل ما في أي مشاكل لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح هذا اليوم أيضا لإزالة الشعر الزائد بالليزر وغير الليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص يعني للقص اللي مش علاجي اللي هو القص التطريفي أو شغلات اللي زي هيك ولكن القص العلاجي مع نمو القمر بيكون أفضل بالنسبة بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج القوس معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس 16-2 بيبدأ خلو المسار في تمام الساعة 51-5 دقائق فجرا بتوقيت جرينتش ويستمر حتى تمام الساعة 54-59 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 24 يوم في تمام الساعة 15-52 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بيصير عمره 25 يوم نسبة الإضاءة 40% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18-2 هو الآن منتحس بنسبة 50% ولكن في ساعة الصباح بيصير منتحس بنسبة 25% وبيكمل طيلة النهار على هذه النسبة القمر في العقرب وبدأ ينتقل للقاوس ورح يضل حتى يوم 16-2 في القاوس الآن هو سعيد بنسبة 60% بعد منتصف الليل بيصير سعيد بنسبة 30% في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 10% في ساعات الظهر مع بداية تأثيرات الزوايا بيصير سعيد بنسبة 30% في ساعات المساء بيصير سعيد بنسبة 15% عطارت في الدلو حتى يوم 2-3 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحوت حتى يوم 22-2 منتحس بنسبة 5% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% وأورانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن لغاية ساعات الفجر أو ما بعد منتصف الليل طبعا بالظل الطاقة والدبلوماسية هي اللي طاغي عليكم ما عندكو قدرة على التفاوض أهم شي أنه فترة يعني ممكن تقدم فيها بعض التنازلات أو تصحيب بعض الأخطاء الأهم أنك أنت تضبط عصابك ما في داعي للإنفعال أو التهور أو العصبية أو حتى يعني شوي أمور المالية أنك تتهور فيها وحاول أنك تقلل من مصاريفك وانتبه على أموالك ما في داعي للمغامرات أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة النهار الأجواء ممتازة جدا بتصير على مستوى السفر البعيد والاتصالات البعيدة أهم شي أنك تكون أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن الأجواء إيجابية لمتحنات سفريات تعزيز العلاقات العاطفية الأوراق والمعاملات القانونية يعني الأجواء ستبدأ مرحلة ممتازة جدا فيها كثير الأمور لصالحكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم تماما فعشان هيك الفترة هاي لغاية ساعات منتصف الليل بظل فيها بعض التوتر جيدة على مستوى تعزيز الشراكات وعلاقاتكم مع شركائكم بالعمل أو العاطفة حاولوا قدر الإمكان أنه يكون فيه نوع من أنواع التفاهم والمصالحات دون حدية ما بعد منتصف الليل هنا الأجواء بتتغير تماما وطيلة النهار بتصير الأجواء ممتازة جدا لأن القمر رح يصير في البيت الثامن فهنا بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة إنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد ما تلتهوا بالأمور الثانوية اليوم نشاط على المستوى المالي المشترك اللي هي مال الزوج بالبنك ضريبة تأمين هاي اللي رح تركزوا عليها بشكل قوي ورح يكون فيها كثير من المكاسب خلال هذا اليوم برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر بدأ في مراحل المقابلة الآن فعشان هيك الأجواء من الآن لغاية منتصف الليل بظل تركيزها على العمل وعلاقاتكم بزملائكم بالعمل وعلى الأمور الصحية فعشان هيك يحاولوا قدر الإمكان أنكم ما تجازفوا بعملكم وما تشتغلوا أكثر من عمل بنفس الوقت وما تهملوا صحتكم واللي بيشعر بشيء غير اعتيادي طبعا ما في أي شيء بخوف ولكن أنه يراجع طبيبه أو يجري فحصاته خلال هذه الساعات أما من ساعات ما بعد منتصف الليل فهنا القمر بصير مقابلكم تماما بتصير فترة جيدة يعني مستوى تعزيز شراكاتكم وعلاقاتكم بشركاكم سواء بالعمل أو العاطفة ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وحاضروا اليوم من الخلافات وأحاولوا أنكم أضخموا الأمور وأضبطوا أعصابكم وحسسيتكم الأجواء بيكون فيها بعض الحدية فعشان هيك ابعد عن المشاكل قدر الإمكان وأضبط أعصابك برج السرطان بالنسبة للموليد برج السرطان طبعا القمر ما زال موجود بالبيت الخامس من الآن ولغاية منتصف الليل فعشان هيك الأجواء بظل جيدة على مستوى تعزيز العلاقة مع الأحبة أو التقارب من أحبائكم كان أبنائكم أزواجكم أحبائكم برضو جيدة لممارسة هواية أو تعارف حب غرام تلاقي اتصالات رعاية اهتمام كلها هاي الأجواء بتكون يعني عندك قدرة على اتمامها أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة النهار القمر بيصير في البيت السادس فمعناته التركيز رح يصير على العمل على الصحة أكثر شيء خلال هذا اليوم ممكن تنجزوا بعض الأعمال ولكن ممكن تتراكم برضو بعض الأعمال أو تعملوا لساعات إضافية أكثر ممكن يصير في نوع من أنواع التماس ما بينكم وبين زملائكم بالعمل ضبط الأعصاب مطلوب وما تفرضوا سلطتكم على زملائكم وانتبهوا على صحتكم ممكن يتراكم العمل أكثر من المعتاد وتجدوا صعوبة في إنجاز بعض الأعمال اللي تضطروا لساعات إضافية مثل ما ذكرت برج الأسد بالنسبة لما ولد برج الأسد طبعا التركيز كله رح يضل من الآن ولغاية منتصف ليل الاثنين على التلاتاء له علاقة بالبيت والعائلة والمسائل العائلية أهم شي إنك ما تسمح للالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك ممكن تنهمك بحل بعض المسائل أو بعض الأعطال المنزلية أو بعض التصليحات وترميمات أو المصاريف يعني في مسألة عائلية رح تظلها موجودة أو رح تلفت انتباهك خلال هذه الساعات أما من بعد منتصف الليل طبعا الأجواب تصير ممتازة جدا وخلال هذا اليوم لأن القمر رح يصير في البيت الخامس البيت العاطفي والحب والهوايات الترفيه الحضوض بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم خلال هذا اليوم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات فيه كثير من المكاسب خلال هذا اليوم فحاولوا قدر الإمكان انكوا تستغلوا هذا اليوم بكل طاقتكم لحصد المكاسب برج العذرة بالنسبة لما وليد برج العذرة طبعا من الآن لغاية منتصف الليل اللي هو الاثنين على الثلاثاء بيظل الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحركة والمفاوضات والنقاشات والحوارات الامتحانات ترويج لسلعة الإقناع كلها هاي الأجواء ممتازة حتى على الاتصالات والمواصلات يعني أجواء بيظل فيها بعض الحيوية ولكن كل ما اقتربنا على ساعات منتصف الليل انتبهوا أثناء قيادة السيارة وبرضو ممكن يصير بعض الأعطال أو التوتر عنكم من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة النهار هنا التركيز بيصير على البيت وعلى العائلة بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرع رطل منزلي أو حدث عائلي أو شيء مميز خلال هذا اليوم إلو بالبيت والعائلة فبتطلب منكم التركيز بشكل جيد وبتطلب منكم إتمام بعض الأمور العائلية ممكن مناسبة لقاء تقارب حل مشكلة يعني أشياء من هذا القبيل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتظل الثقة بالنفس موجودة تحصيلكم لمكاسب مالية من عظم الإضافة مستردات هباد دعم كلها أشياء جيدة ودعم لإلكم بقوة طبعا بتظل الأمور فيها يعني طاقة إيجابية أهم شيء أن تنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو حتى المصاريف لزيادة يعني ما تتهوروا بصرف الفلوس أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة النهار بتنشطوا بالتنقلات والاتصالات السفريات الحوارات والنقاشات سرعة البديهة بتصير عندكم ممتازة عندكم كثير من اللقاءات اليوم برضو اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة رح يكون لصالحه بس ما يعتمد كثير على الحضوض يعني اللي بتجتهد فيه بتقدمه بتلاقيه الحظ بدعمك شوي في بعض المسائل ممكن يصير فيه اهتمام لا أمور إلها علاقة بالسيارات أو الاتصالات بشكل كبير برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا طاقتكم ممتاز القمر خلاص وصل لعندكم يعني مرحلة جديدة أو فترة جديدة رح تكون لصالحكم من الآن لغاية ساعات منتصف الليل بتنتعش عندك العواطف وبتزدهر اللقاءات ممكن تعززوا علاقاتكم مع أحباكم بتنشطوا بأكثر من الاتجاه اهتمامكم بنفسكم بصير أكثر ممكن تتلقوا مفاجأة أو حدث كبير يكون عندكم خلال هاي الساعات أو خبر لحدث كبير أما من ساعات ما بعد منتصف الليل هنا التركيز رح يصير على الوضع المالي من كل يوم أشخاص رح يحصلوا على مكسب مالي هذا المكسب بيجي من عمل إضافي مستردات هبات أو نوع من أمراع الدعم وبتنهمكو في ضبط ميزانيتكم ممكن فوتير أو ترتيب دفعات معينة أو تحصيل أموال أشياء من هذا القبيل أهم شي انكو تبتبعدوا عن المشتريات الغير ضرورية أو الضيعة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات منتصف الليل فعشان هيك لا تجازف ولا تغامر لا تراهن على الحظ كثير أضبط عصابك ما تتخذ قرارات حاسمة بظل طاقتك ضعيفة صحيح أفضل من الأيام الماضية يعني فيه بلشت يعني ها تشعر ببعض الانفراجات أو طاقتك بلشت تعطيك بعض الأمل هذا بسبب أنه القمر قاعد بيقترب من برجك من ساعات ما بعد منتصف الليل خلص القمر بوصل عندك فهنا كل التعب هذا اللي بتشعروا فيه أو الإرهاق أو الملل أو تقلب اللي بالمزاج مع ساعات ما بعد منتصف الليل بتمتلقوا نشاط وحيوية بتنغلب بعض الخيارات بشكل قوي جدا بتصير الأمور بتناسبك وبتناسب وضعك الحالي بتتمتع قدرها عالية على قلب المعطيات لصالحك اليوم رح يكون فيه كثير أشياء مميزة بالنسبة لألك برج الجدي بالنسبة لأموليد برج الجدي طبعا القمر الآن بيخترب من بيت المتاعب فعشان هيك بدأ الضغط يسيطر عليكم في نوع من أنواع العصبية سوء تفاهم ممكن ما بينك وبين أحد أصدقائك أردات فعل عنيفة بتجد أن طاقتك نزلت تشعر بالارتخاء أو بالضعف الطاقة ما عندك رغبة بإتمام بعض الأعمال حاول قدر الإمكان أنه خلال هاي الساعات أنك ما تفرض سلطتك على أحباك ما تتحسس كثير إذا كان فيه مناسبة أو لقاء اجتماعي ما تدخل بمواجهات مع أصدقائك ممكن تخيب أمالك بسبب تصرف أحدهم معاك أما من ساعات ما بعد منتصف الليل فهيك القمر خلاص بده يقترب ويدخل على بيت المتاعب فهونا بتبلش اللي هي فترة اليومين القادمات اللي هي ابتداء من اليوم والغد فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد ولا تحسنوا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة أو الحظ وطبعا زي ما حكينا أنه هذه الأجواء رح تستمر بضغطها لغاية ظهر يوم الخميس برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا بتكون تحافظوا على هدوكم حاولوا أن تبعدوا عن المشاكل عززوا علاقاتكم مع رؤساكم بالعمل دعموا علاقاتكم الاجتماعية بشكل جيد خلال هاي الساعات أهم شيء أنك ما ترتكب الأخطاء ما تتهور ما تجازف ما تغامر خلي في نوع من أنواع لانضباط عشان ما تشوه سمعتك أما من ساعة ما بعد منتصف الليل فهنا القمر بصير في بيت العلاقات الاجتماعية والأصدقاء فهنا بتنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا اليوم في حفلة مناسبة أو مناسبة سعيدة أو لقاء بعض الأصدقاء اتصال حوار تعاون الأصدقاء معاك أو علاقاتك أو ممكن تلجأ لشخص من الأشخاص دون نفوذ تستغله لطلب معونة معينة فهاي المعونة بتكون لصالحك وبدعمك بشكل كبير يعني خلال هذا اليوم إذا بدك تنجز عمل وما زبط معك من أول مرة كرر المحاولة بتمشي الأمور برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر ما زال موجود في البيت التاسع لغاية ساعات ما بعد منتصف الليلة هاي الليلة الاثنين على الثلاثاء فبيظل النشاط على مستوى الاتصالات بالبعيدة العلاقات مع الأجانب الحوارات النقاشات الأجواء جيدة الامتحان أو مقابلة أو حوار أو سفريات يعني بظل في نوع من أنواع الدعم وممكن يوصلك خبر من بعيد أو من أشخاص خارج البلاد أو عنهم يعني في خبر ممكن يوصلك من الآن لساعات منتصف الليل أما من ساعات ما بعد منتصف الليل هنا القمر رح ينتقل ويصير في البيت العاشر يبايتكم تحافظوا على سمعتكم مصالحكم الاجتماعية علاقاتكم مع المسؤولون بيعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيقدموا طلبات العمل أهم شي انكم تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء حاولوا قدر الإمكان انكم ما تخالفوا القوانين ما تجازفوا ما تغامروا اضبطوا أعصابكم قدر الإمكان لأن القمر رح ينتقل لبيت السمعة يعني ما في داعي لأي تصرف شوه سمعتكم بالعسك لازم تستغلوها لأي شيء برفع من سمعتكم وشهرتكم أيضا هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء